مساء الخير ككل يوم جمعة ألتقيكم في هذا الفضاء من برنامجكم داخل 18 الحدث خلال هذا الأسبوع كان الاستمارة أو الخيانة في الجزائر بين هذا الطرف أو هذا الطرف خطأ في الاستمارة لملئها أو خيانة من الجزائر وحكاية الفيفا أسقطت ورقة خيردين زاتشي من انتخابات الفيفا جماعة رورة وتريد استرجاع الفاف قبل المونديال زاتشي ينتظر لحد الآن لا تصريح منه جمال بالماضي سيكون الفاصل في كل ذلك ومن كاروف طبعا مرورا بدرواز وصولا إلى زاتشي كل هذه الأسماء سنفصل فيها أسماء كثيرة صادي قرباج لحلو والمورو العبدي أسماء أخرى أحسنة أم أرانب لانتخابات الفاف سنتحدث إذن عن كل هذه التفاصيل مع ضيوف الكرام أبدأوا على يميني كما ما هو مسأل خير مسأل خير حاكي لمو بضيوفنا الكرام لكل المشاهدين إن شاء الله تكون حصا في المستوى أهلا وسهلا ورئيسنا صلح حسيدي سابقا وعدد من الأندية من زمان طبعا ما شفتوش مراد لحلو مسأل خير سلام عليكم ورد الله فيكم على الاستضافة وسلام الجمهور زميلي عدل زكري مسأل خير شكرا للاستضافة تحية رياضية لكل متابعين ولك أيضا القصة الكاملة لرفض ملف خيردين زدشي بعد هذا التقرير أذن البداية كما المهوي يبدو بأن الأمور اختلطت الأمور رأسا على عقب الحصة السابقة كانت بأنه زدشي في الكامرون بمناسبة طبعا الشان الكل هلل لقاءات صور مع أمفنتينو كان في هذا المقعد ليجلس فيه مراد لحلو جلس هناك أيضا بهلول تحدث ما تحدث صورة كبيرة بأنه زدشي صديق أمفنتينو وسيكون قويا ومتميزا في الانتخابات ماذا حصل سقوط في ورقة استمارة أم من هنا كانت القضية بأن عقوبتين لم يسرح بهما ماذا حدث في بداية؟ والله أظن أن الحاكم قلت بيت القاصد أن رحلة تأخير دين زدشي إلى الكاميرون هي من أخلطت الأوراق بعدما اكتشف حسب تقارير مغربية ومصرية يعني أنه اكتشفوا المصريين والمغاربة اكتشفوا يعني التقل يحضر بها خير دين زدشي من عند جاني أمفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القادمة وأحسوا بالخطر لذلك بحثوا عن كيفية للتخلص من خير دين زدشي مبكرا قبل دخول انتخابات لفيفا يوم 12 مارس بدليل أنه الكاف هي لعقبة خير دين زدشي في 2018 لما عاقبته كيف زدشي أدرجة اسمه من اتحاد الإفريقي لكرة القادمة في قائمة المرشاحين هذه واحدة قائمة الأولية أدرجة اسم زدشي الشيء الثاني لما تقول لي خير دين زدشي معاقب وكما شفنا في التقارير كل المؤتمرات كل الجمعيات العمومية كل الندوات كل يعني حتى الكاف أوارتس هذه كل شيء يعني كان حاضر خير دين زدشي فيها وأيضا لما تسلم مضالية تسلم في تسليم الكأس كان حاضر خير دين زدشي كيف للشخص معاقب أن يحضر كل هذا ونحن نعرفه أنه في الجمعية العامة لما تكون معاقبة ويقول لك سيل حلو أنه أي واحد معاقب أي رئيس ممنوع من حضور جمعية عامة أو حي أي نشاطات تاع الاتحاد الإفريقي أو الجزائري بدليل أنه من الله لنشفه جميعا كان معاقب خلال جمعية العامة الأخيرة خلاوها أمام الباب في سيدي موسى ما تخلش لأن كيف زخير دين زدشي معاقب من الكاف ويدخل كل هذه المؤتمرات هذه سؤال الأول يلا كمالي كمالي الآثاني هذه الأول الحاجة الثانية أنه بعدما بحثوا على سبب لي خلي خير دين زدشي يخرج من السباق مبكرا قبل الوصول إلى انتخابات يوم 13 مارس هي هذه العقوبة اللي كانت في 2016 منا للجزائر نحن بعيدا عن الوشاية هذه العقوبة لحقتهم ما لحقتهم مش بعيدا عنها نحن نقول بلي كيف لرئيس كيف لمنافس تاخر دين زدشي اللي هو فوزي لقجعره منافس تاخر دين زدشي وأيضا هو في لجنة هذه الموراليزازيون هذه لجنة المراقبة لتراقب الملفات هنا يكمل خالل لأنه لو هذه الاستمارة منها يوم 28 نظمبر فارد يعني اليوم أنا في جنوبي 28 أنا قريب اليوم 28 يعني شهرين باش فاقبلني الاستمارة يعني هذا لا يمنع هذا نقولها لا يمنع من وجود خطأ بداي وهاوي من الامين العام لاتحاد الجزائري لكرة القدم في ملء الاستمارة ومن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي تعامل بسذاجة مع هذه الاستمارة ولم يراقبها وطرق الحرية للامين العام زدشي تعامل بسذاجة زدشي تعامل بسذاجة مع هذه الورقة لأنه لما الامين العام ملأ هذه الورقة وما كوشاش هل تملك عقوبة جنائية يعني دخلت السجن ولا دل وأيضا رياضية زد دل هو أيضا قلوه تعامل معها ما فيري فيهاش مليح أليس أنت تتحدث على انتخابات الفيفا تذهب تريد أن تذهب إلى الفيفا ولا تعرف كيف تملأ استمارة من سؤالين أنا اليوم مدير عام أنا اليوم رئيس اتحادية ليس أنا لنملأ الاستمارات ولا أنا لنسني أنا رئيس اتحادية أنا نراقب يعطوني الأوراق لبارا شخصه ليس علاقة مع سنطر فورماسيو أو رحيم عندها علاقة مع شخصه مع الترشح لمنصب راقي منصب يعني في أعلى هيئة تسير كرة القادمة في العالم تقول أنت بكل ساداجة وزي التاني هذه ليس المرأة الأولى اللي يوقع فيها ستشف الساداجة هذه وقع فيها كانوا غلطات وغلطات وغلطات إلى أن وصلت للقطرة التي أفاضت الكأس وكان هذه المرأة الأولى تقدر بالك تقول لي اسمه 4 سنين و 4 سنين و 4 سنين وقت تحفظ الدرس وقت تحفظ الدرس هل بلاد ما فيهاش مستشار قانونيين ما كاش تكون صيح أنا معك ما كاش نستعام الاختصاص شفناها بسكع لماذا أني نقول لك هكذا شفناها في نهار نفضيحة على الكارس شفناها كيفاش تعامل معها بساداجة وشقال وشقال قال أن العقد اللي درته معها الكارس لو سكcules تبقى الأصل كانت في اتحادية هذا ما هوش مبرع اسمح لي زي 좋ت حاجة واحدة أخرى اسمح لي زي حاجة واحدة أخرى زي حاجة واحدة أخرى الفيديو اللي دارو لها واسمه ما قاش أنا لستم معاقب كي لكن تدخل في فلاسطو ما مكاش معاقب إحدى جان معاقب ركش Li تبرر له كون جان معاقب احتر إن شكيف كيف يقول ما أنا السفر عقباً دعني يسعودي لي مش كيف كيف أنا عندي الطيلاء بلك سابق عليك شوية مابون سأشوية ماشي نمبر وان أنا عندي المعلومة اليوم غدوه أمس أنا من بكري عندي المعلومة لا ليش تما تحش ملعود عندي المعلومة هني نحكي لك وشكال في الروكور هني نحكي لك وشكال في الروكور هيا نعطي لك ضوكاء وجاوبني أنت رك معاقب من حضور الجمعية العامة أراني معاك كيفاش تحضر؟ أراني معاك شك المراسلة تعل فيفا شفتها إيه؟ موسيوني بلي معاقب ولا لا لا كيفاش احضر؟ هني نروح بخطوة بخطوة هل نكر هو نكر هو يعني هو الكونسل المعلومة تعالي بيلكم أسمعوا إلى هذا التصريح أعطيني تصريح زاتشي ماذا قال بعدما تم منعه من الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي في الفيفا تصريح زاتشي كمال مهوي يصدقك أنت أم يصدقه هو يقول لك يحترث بالعقوبتين سيقول ما يقول لا لا نحكي لك وش حطوه في الدوسي تعروكوه كش واحد على بل وش حطوه في الدوسي تعروكوه قولنا وش عندك؟ أنا لقوت لا يصبر عاش قلت لك نعطيك المعلومة زاتشي عقبه في جون في لما في الشان ما عمره فهمي لله يرحمه أمين العام أمين العام لشاجر ما قالوا دوسي تعباشر درتوه بالعاني ما حبيتوش تشدوه خدمتونا خدمة بطوطة من الاتحاد العربي اللي حبي يضع في الاتحاد الإفريقي وحبو يضربوا الجزائر كدامه من الاتحاد العربي؟ اللي يقوده طبعا النائب تعو هذا ما تخفاش بالاتحاد العربي هو الهدف الأساسي تعو إضعاف الكاف حتى يشوف قيمة الجوائس في كأس العرب أكبر من تربطة أبطال إفريقيا كيف تربط هذه في هذه فهمني فيها؟ هدف الاتحاد العربي من خلق الاتحاد العربي هو إضعاف الكاف يعني يقولو خير منهم يعني الناس تولي يتحبوا الاتحاد العربي خير من الاتحاد الإفريقي معلش مش يدولوا بالمحالي تعناع نقولك تعاقب في جون في عود جل تزاير في مارس الجمعية العامة في مارس 2018 الجمعية العامة العادية لإتحاد الإفريقي لكورة القادم في جدول الأعمال لجنة التنفيذية ما حطوش معاقبة خير الدين زد شي وأنا كنت تم حتى نزيد نقولك اسم الوتال في كازابلونكا وكنت حاضر وما قالوش بللي خير الدين زد شي تعاقب وتزامي تاع الواطن يازي دواهي بكتبها بللي زد شي ما شح يتعاقب وأنا درتها بالبند الأحمر بللي زد شي ما كاش عقوبة ما صدرتش عقوبة هذاك في مارس وبعدها من مارس كان هناك كونغري واحد اخر في أديسا بيبا حضروا وكان كونغري في طونزانيا في طونزانيا حضروا خير الدين زد شي وكانت في ديسومبر كونغري واحد اخر حضروا وكانت كاف أورت سوي جان في ديسنا ولماذا صرح بأنه معاقب جميل ما تقوله لحقة العقوبة ما ليش يقولك ما كاش عقوبة لحقة العقوبة بصحك هاي كان ديفيرنس بنت لحقك العقوبة وبنت تنوتيفيا في الإكزوكيتيف في اللجنة التنفيذية للكاف في اجتماع التحق في مارس كين كان اجتماع التحق تريد القول بأنه لم يكن لم يكن هناك أي تصريح كاذب لا كين صح كاذب لا كين هو إذا نتفق على التصريح الكاذب كين لابونفوا كين في ليتيك كين هذي لابونفوا وشنو هي لابونفوا انو انتو ما عاقبتوني بالصح ما مبعدتوليش نوتيفيكاسيون لولا وتانيك كيف انا معاقب واحضر كل الجمعيات العمومية وكل مؤتمرات وقال لي كونغري انا ما فهمت واحد معاقب يخلوه يحضر هذوقا كيفاش احضرهم مراد الحلو يبدو بأننا في استمارة خاطئة لم تكن مملوئة بشكل جيد من اتحادية متوجة كانوا دائما يقولوا انو الاتحادية توجد بكاس امام افريقيا الفينو 19 شي كبير بالنسبة للجزائر ومن جهة هو انو هذه الامور مثل ما يقول لك انو كان يحضر الاجتماعات يبدو بأننا امام جدالية هو في الحقيقة الضتشي كان جاهب وجواب كان صارح بانه يعني يغلط ما صرحش في الاستمارة ولكن حب نقول لك كامال برك ما تكون معاقبة يعني انت ضربت مثل برئيس ملال ملال حالة خاصة ما كانوا يحبين وهو يعدل خوفا منه يعني باش نقول لك لا 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 ماشي رنبو هو كان في الجمعية هو اللي كان قادر ينود ويتكلم ويقول اشياء كثيرة هذا المعروف عنه اما من قبله حضروا بزاف الناس اللي كانوا معاقبين صحدي لا كاف الحاج ما عليها نرجع من الجاي لا كاف ثقبت اختاء لا كاف يعني لا كاف هذي ما راضيين بها بالمقابلات ديالها وصراو في جميع المقابلات وبرمجة ديالها والحقرة ديالها واللي صراو ما صراو في جميع البلدان يعني مايش لا كاف مايش قوى مايش حاجة منظمة لي ننجوو نقارنوها ما ننجووش نقارنوها مع تنظيم الفيفا اليوم هو عنده مشكلة مع تنظيم الفيفا وفي غير درجوه في قائمة المترشيحين لانك لما توضع ميلف اي واحد يترشح في اي فريق ولا اي حاجة غدوة الفيديرال الاتحادية اي انسان يجيب ميلف تاعه كامل يوضعه في قائمة المترشيحين وبعد كاين يعني اللوجه نهي اللي راح تقرر في المصير ديال جري لا لا احمد احمد وموت سيبي رفضت لهم في طرشح تاعهم احمد ولد يحيا الموريطاني حتى بداية لانه لجنة الفيفا بعثت مرسلة لجنة الحوكامة قاتلهم ازربوا وفصلوا في قضية ولد يحيا وموت سيبي عندهم متابعة قضائية تم لانه في موضوع كبير على موضوع تاعه موش ديسيبلينار لا لا موش ديسيبلينار احمد احمد ولاخد كين قضية اللي يرى يدخلها في الفساد قضية فساد يعني الموضوع ميجوش عادل زكري هل نحن امام موقف غامض ام ان الامور واضحة بانه الاستمارة لم تملأ بالشكل الجيد وفيها التصريح الكاذب سواء زدشي او الامين العام للاتحادية نحن امام موقف هل هو لا يقصد عليها يعني الموقف اللي راه في رئيس الاتحادية يعني خاصة يعني نشوف كيف تناولت هالصحافة وعلى بان احنا كنا هدو نخرج لك شوية على السؤال هذا تاك نشوفه احنا يا الصحافة يعني الجزائرية للأسف شديد راهي متخندقة تخندق راهيم جدا ومبسف جدا الى درجة انه ولد كراهية اخو يا حكيم ولد الكراهية هذا التخندق ولد الكراهية جماعة زدشي جماعة رورها هذا هو للأسف اسمح لي يعني فيكتو ميريس بي يعني الصحافة ما هيش هذا هو الدور الصحافة عندها مهنة نبيلة هي تنوير رأي العام تقصي الحقيقة ايصال معلومة الى الرأي العام لكن نشوفه لأسف شديد الواقع اللي رانا نعيش فيه انه جبهة مع جبهة صحفيين جندين يدعموا في المكتب السابق للأسف وفيه يعني مجموعة اللي راهي تدافع على زدشي اكتر من يدافع هو على نفسه زدشي حتى تولدت الكراهية وهذه ما لازم نقول لهم دركة حبسوا المهازل هدية لي حبي يدير سياسة ولي حبي يوسمه ينحي القبعة الصحفي ويروح يوسمه لازم يكون بالموضوعية وكيمد المعلومة يعطي لارقيمو ويلتزم بالاحترافية بالموضوعية حالاني حسيت روحي فيزي لا 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 هذا الواقع هذا الواقع لا 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 هذا الواقع لحقة الكراهية كبيرة لازم من هذا المنبر هذا الواقع لان هدو الواقع ماذا احنا اسراء اعلامية من حقنا دعنا نسعروا ما يقولوا حتى هذا في لا فاصل اين الخاطر لانك لما توقف مع رئيس سابق وتخلط للرئيس الحالي ماكش في فريق وارك في جزائر حنا اليوم واقفنا مع هذا الرئيس لانه رئيس حالي للاتحاد الجزائري للمنتخب الوطني اللي هو المصلحة الأولى تاو غدوة يروح هذا الرئيس تم ما تقدر تحاسبني خليلي عادلين خليلي نهضة أنا ندير ختمتي شو يا جورناليس إنما دل حقيقة ما نقوم هذا ما نوقفش أنا نهاري غلط نقوله غلط بصح عادل كينا حاجة باش تكسر المنتخب الجزائري وباش تكسر الجزائر نوقف لك اليوم وغدوة ونتحالف مع الشيطان باش يقول لك نقول لك على هذا ما شي فارق فارق توقف معها تكسر تخلط لبرزيدون ليفات مع الاخر الله يسهل عليك باش تخلط للجزائر مع الرئيس سابق وتكسر هادل اتحادية ما نخلوكش أنا اليوم راني مع هادل اتحادية لأنها راهي وتخدم المصلحات المنتخب الوطني نهار تروح هادل اتحادية عمري ما حنوقف معها ضد الرئيس المستقبلي اللي راح يكون ونخلط له ونكسره ونطلق اشياءات غير مهمة ونقف مع من حبيل مع الجزائر ومع المنتخب الوطني ومع المهنة ونهار يغلط خير دين ضد شيء وكي يغلط خير دين ضد شيء يغلط يغلط كله لك غلط وقو ماشي اخترى وماشي يسول وين دار حجم لي حا كل حد يحجم لي حا صحيح لكن انه اليوم انه اسمع لي عادل انه اليوم يصوروا هنه كأنها خيانة وطنية وتزاير وفرنسا ومنه وخيانة وكي باش وزد شيء اسألي الجزائر وزد شيء هلك صورة الجزائر وزد شيء ما لبانيش دباح الجزائر زد شيء ما دباحش الجزائر زد شيء طلع عراص الجزائر جابكم جابكم بضافريك هذي اللي يتحرق فيهم جابكم بضافريك هاهي وزيب النجمتان يا هاهو يا الشعب جاب النجمتان هذي اللي يتحرق فيهم خاطر هم ما مقدروش يجيبوها مام هذيو لقجع وابو ريدا وبوشماوي ووديع الجري غير ديس شي اعلاه جابوا كوبدافريك ما جابوش هايليك راكاف هايليك الفيفا سيطر ديرلي كوليس اه كولها اشربها هي ملوين من بكري كان غير توانساوا المرأة الكم صاروا في راكاف والفيفا كاش ما دارو احنا العدالة الالهية تزاير دادكوبدافريك في ماصر حليلية لايك الترخي الرجال والشعب الجزائري وجمل بالماضي واللاعبين وقعوا قمناه جاتي يا عمال الفاصل مشاهدين اذهبوا الى فاصل بعد الفاصل نستكملوا باقي النقاش ابقوا معنا حياكم الله مشاهدين الافاضل الجزء الثاني من برنامجكم داخل الثمنتاش طبعا نناقشوا ما حدث في الاسبوع الاخير في الايام الاخيرة حول سقوط ورقة زتشي ولو مبدئيا لحد الان لانه رفض الفيفا لملف زتشي لعضوية المكتب التنفيذي طبعا محكمة تحكم الرياضي بلوزان السويسرية اعادت احمد احمد كرئيس الاتحاد الافريقي طبعا تحول جدري في الانتخابات المقبلة لانه سيساهم في دعم الجنوب الافريقي موتسيبي بينما سامورا طبعا لها السينيغالية في الفيفا تدعمه طبعا النيجيري طبعا السينيغالي اوغستين سانغورا طبعا احنا ما زلنا لهيين طبعا في بعضنا طبعا هنا طرف هنا وطرف هناك من بعيد طبعا على الانتخابات الفيفا عدل عدل ذكري طبعا كنت اتحدث دعني في البداية يعني غالطين في الاستمارة معرفنا شن نملؤ هذه الاستمارة خطأ من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كان يقول لك انه اتحادية كثرت اخطاؤها كثيرا لكن ان لا تملأ الاستمارة بشكل جيد فهذه ضربة قوية لا تعد ولا تحصل اخطاء الاتحادية لا تعد ولا تحصل سأتي الى هذا الموضوع بعد قليل ولكن لا ترى بانها ضربة قوية في غير وقتها بالنسبة للاتحاد طبيعة الحال ضربة قوية صوته يعني كانت الاسطوان الرنانة اللي كانت نسمعها بزاف انه زد شيء حقيقة هي على كل حال زد شيء يعني صديق انفنتينو قرأ معاه بسمو خلاني نضحك شوية يعني تفكرت قرأت صريحة امهوي لا 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 كانت ردوها يعني كل المقربة المحيطة زد شيء يرددها انه قرأت ما عنده علاقات مليحة ولو انه هو للامنة زد شيء يعني اسمات صريحة امه في القناة الاذاعية الاولى قال له هذا ما يعنيش انه راح فوز مسبق بمنصب في الفيفا يعني يا رجل لم يقبل ملف ثم نقول لي فوز ولكن للامنة نعم للامنة نحن نتحدث على قبول الملف لم يقبل للامنة هو راح يدير طعن ما لازمش نسبقه الاحداث بالك طعن هذا يعودوا يرفعوا عليها الاسمو ويجوز الافتار ما لازمش نسبقه الاحداث ولكن عدم استباقه الاحداث لا لا نهضروا احنا عدم استباقه الاحداث في قوانين واضحة سمحني في قوانين واضحة هراهي فضيحة فضيحة نحن نتحدث عن قانون هذه فضيحة لانه استمارات خصك انت شخص يعني انتال يتكون مطالع وقلناها لازم تكون محيط تحيط بك الناس اللي تعرف عندها الكفاءة عندها القانون حنا رانا نعرف وحنا رانا من كيم يقولك ماشي من هاد العام نهردت العهدة ديالو وعلى بنابلي المكتب الفيدرالي ضعيف وضعيف جدا شفنا يعني النازيف اللي صرا فيه الاستقالات الخلافات يعني نقدر نقولك بلي هادا راه تحسين حاصل لانه مكنجة هذه الغلطة الاولى تحسين حاصل لاتحادية ضعيفة ام ماذا تريد التقوير لضعف الاتحادية لكن هذا ما يعنيش نقوله ان اتحادية هذه طابل نوار ما فيهاش حتى حاجة ايجابية سأتي الى هذه الامور حول الامور الايجابية والسلمية مرد لحلو انت تحدث عن استمارة لم تملأ بالشكل الجيد البعض يقول بانها خطأ او سميها ما شئت يعني بالنسبة لهذا تصريح كاذب ايمكن ان يكون تصريح كاذب بالنية بس حالة الاستمارة هي استمارة شخصية ومن نجيبوش نغلطو في حاجة اللي هي عندنا هذه من الولى وزيد كين حاجة شكرا ان ندرو اكوتي للموضوع الموضوع ان اي مجمع انسان اللي كان عنده عقوبة اقل من خمس سنوات ما عندهوش حق بطار الشوع ويرجع هذا المثل يكون حتى في الجزائر لانه تحدث عادلي يقول لك مبدئيا والقانون واضح القانون شوف حتى لو كان صراح بالعقوبة يقدر يترشح ماشي متمنعوش عدم تصريح شوف المراسلة تات عدم تصريح يعني قلتك طعم خلي كل مشرحه قاعدوا في حاجة سهلة قالوا عدم تصريح ولكن حتى بالتصريح رح يكون رفض الملف انا نقول لك يرجع ممكن عنده اشياء اخرى اما اذا كانت تتكلم على العقوبة وفي نفس القانون حتى في الجزائر لو كان يكون عندك سوابق عدلية او عندك شيء من هذا القبيل الملف تاعك رح يرفض ارهابي انا نقول على قانون لا نقول على قانون لا نقول على قانون لما يكون حاجة مذكورة في القوانين واللي لازم انت تذكرها لا الحاجة انا نعطيك المعلومة ويقول لك عدل الخطأ هو عدم تصريح حتى العقوبة سيموا هذه الداها اللي تروموا وحتى العقوبة التعلاقاف اللي كانت عامين بعد ارجعها ستشهر اذا القانون واضح حتى ولا في هذا الطعن لا يمكن لزاتشي ان يترشح الانتخابات المكتب التنفيذي لانه كان تصريح كاذب هكذا تنفق لا صريح الخاطئ لو كان ملأها نعم عقبته ثلاث اشهر محلياً وعقبته ست اشهر افريقياً عادة جوز هل يمكن لرئيس اتحاد بلده متوج بكاس امام افريقيا ان يقع في هذا المحظور بلده متوج بكاس افريقيا هل يتوج بكاس افريقيا؟ هل يتوج بكاس افريقيا؟ نعم هذه الاغنية والاستوانة لدائماً عمار بهلون وكل الجماعة مع احتراماتي للاتحاد الجزائي لكرة القدم كلهم كانوا يقولوا انه نحن اتحادية فزنا بكاس امام افريقيا اذا يكفي بانه لو اذكر قلت لك انه الفوز بكاس افريقيا ما كانش معه هناك توافق في الادارة المنتخب الوطني في ادارة عفوانة الاتحاد الجزائي بكرة القدمة وايضاً ما كانش استثمار على الكرة المحلية يعني قعدها دكتاتويج منعازل ما كانش عنده عواقب ما كانش عنده عواقب انا كنا انتظروا بلده استثمار على الاقل استثمار فيه يعني اطلع المستوى حتى ان المنتخب الوطني الان راه هو مستوى عالي لكن الادارة الاتحاد الجزائري قاعدت ضعيفة انا نقول لك لانه لما اجازت شي ما جابس الناس جدد هل ذات شي ضعيف ام مكتبه ضعيف جابوهم له جابوهم له نصرح المعلومة فردوهم له ماشي المكتب في ديرالي ماشي المكتب في ديرالي نحكي على الادارة جميل من الضعيف الادارة مخردين ذات شي اتحادية تكون قوية عادة الذكري دعني اطلع السؤال اتحادية قوية بالرئيس عادة المكتب في ديرالي دعني اسمعوا اجابتها من عندها هل ذات شي ضعيف ام الاتحادية كلها ضعيفة ما تقدرش تقول المكتب تنفيذي ما عنده لا ناقة ولا جمل في هذه الحاجة المكتب الفيدرالي هذه امور ادارية يعني شكوة الامين العام محمد سعد ليه تحته ابو الحيادة كريد اغزال هو مدير الادارة نقاش هادو قاعد كانوا في وقت راورة ما جابهمش خير دينش هادو الخطأ تاهم ما جابس الناس اكفاء ليقدر يعتمد عليهم وايضا شغل باناليزا و منصب تا الامين العام انا احد نهاري يحكيهم معي الامين الام قال لي هادو منصب والو انا امنت وقلت صحافي كشتولي اامين عام قال لي هادو منصب والو عندي قانون تقراه بصح اليوم كشت هادو الخطأ فقط باللي انو المنصب تا امين العام لازم يكون مهم ومهم جدا لانو ما تقدش تكون اامين عام وتغلط غلطة كما هدية اليوم لازم نقولوا ما عندي حتى مشكل معاه صادق وايضا احترموك اقامة اعلامية وصحافي لكن كنت غلط نقولولك غلط اليوم ما كدربت في الجزائر في حيات هذه واحدة تعاوا تقول لي انت زدشي ضعيف ولا الاتحادية رضعيفة ما تقدش تقول على خير الدين زدشي ضعيف زدشي العادو قبل الصديق يشهد له بالكفاءة وتصير النجح في كل مجالات على مستوى التعليمي انسان ما شاء الله قاري في سويسرا صارنا هدر الفيديرالي الاتحادية قال لي زدشي ما ترشوك معه ما زدشي بصح لكن في الاتحادية افشل اخطاء لا تؤد ولا تحصى اخطاء لا تحصى احسن اكاديمية احسن اكاديمية نقدر نقول لك بالك راهي من احسن اتحدث عن الاتحادية لا اتحدث عن شخص زدشي في تسير الاتحادية او مكتبه هو الذي ضعيف لماذا انت تريد تحويل الاتجاه نحو الكاتب العام لا اتحدث عن شخص انا نقول لك اخطاء المتخب الوطني ها دخاف لماذا نقول لك عماله اتحدث عن السؤال ستة فضع قبل هذا سأتي لهذا الموضوع لأنه عنده موضوع خاص بهذا الخمر كمان هذه النجمة الدوزياء هي المشكلة هذه هذه النجمة الدوزياء هذه النجمة الدوزياء هي المشكلة يا قاعد 200 أربعين مليون جزائريين لا 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 كاعدون مليون جزائريين لا تحسبون على مرد النفوس هذين يتعلمونها موش ماذا نقول لك حاجة الله العديم زوالي خرج كي جابوا خرجوا مع الشعب يكنوا في المصر شابوا بعينيهم يشوفوا المصركين وتقرير المالي ما نقوم بمعاشية سأتوني في الماضي كم دافريك هذي سأتوني في الماضي سمح لي برك كم دافريك سحوش كيف دارت الاتحاد ماذا تريد أن تقول تاريخيا تاريخيا المجلس التنفيدي هذا تعال كافة ما حاله من الأخر كان في 63-65 محمد رزقي معه ما الله يرحمه وأيضا عدنا محمد راوراوة في الدومي الكات مخلوفي قام خسر العربي بريك رئيسة إستحادية لي جامور حرايب يخسر زيت كون عدوا الناس يعني جامعين ما كنا زي ما إحنا في الكافولة في الفيفا حياتنا دا وزي ما كي مير بحش زي ما خسارة كبيرة إحنا جامعين كنا وأنا قلت لك الفوز الأهم والفوز يعني والفوز استعصح هو المنتخب الوطني كي يجيب لك الألقاب هذي الناس وش دار رقجع في الفيفا وش دار رقجع وش دار تقول لي رقجع قوي وليكوليس وش دار؟ داكوب دافريك مداش وديع الجري داكوب دافريك مداش أنت تتفيه الأمور لهذا منصب نعم أنت تتفيه الأمور أبو ريدا غول زعمة غول إفريقيا داكوب دافريك مداش راو راوة مصر كوب دافريك حالا عندها مصر ظاهر لي مال كي شد رقجع جبالية أكتعطر على مصر بصحصية الناس لا لا نحقق كشخص دعني أذهب إلى جسلية أخرى محمد راو راوة غول إفريقيا غول الكواليس في الكاف غول الكواليس في الفيفا داكوب دافريك مداش هذه نقطة أخرى سأتي إليها حكاية الخيانة التي أو الأسطوانة هل نصدقها أم أنه نقول أنه ما هذا الأمر الناس من الجزائر في خيانة لأنه الفيفا تضربها تجيب لك أين أنت تجيب له كمال ما ويشكون لا لا لماذا أنا قلت لك أنه اللب أنه شوف كانوا قبلوا الملف تاو الكاف وبعدين رحولوا وحد العقوبة هذيك العقوبات 2016 حاكم عبك عش داروها داروها باش ما يترشح في 2017 بيدالي وش قال له قالوا نهدي الفوز القرباج عاقبوه 6 شهر عليها باش ما يقدرش يحضر في الانتخابات الانتخابات اللي جرات في 2017 كانت حيلة من المكتب السابق باش يحرموا بالتواجد في انتخابات ومن بعدين الجمعية العامة على بلنا رداتوا بالقوة رداتوا وفاز برئاستحاد جزائري وقت القادم يعني هذيك العقوبة حتى انها ما تأطرش وقال لك عادل المشكلة اليوم تعدم وتصريح هذيك العقوبات تصريح للميديا تصريح لوسائل الإعلام ماهيش في العقوبات الجنائية وشالله جم نتيجة عن هذا انا هذا رأي مثل جزائر ان شاء الله كما قال لك الحاج إلا عندك عقوبات إلا دخلت الحبس في بلادك إلا دخلت السج بانا لوك زو كونزتش يدخل الحبس ما يترشح شالمنصب كيما هبير يعطي هذه الصورة بل قريبك انا رأينا نشوفوا نسم حبسية يروحوا يحبوا يحكموا الفيرج جميل عادل سكرياء لا تعطي هذه الصورة وهذا الخطأ التافه مثل ما يقول لك وعدم الاستمارة بشكل الصحيح يعطي صورة سلبية لهذه الاتحادية أو لرئيسة الاتحادية بالأسف شديد طبيعة الحال قلت لك لأن القاضية هذه خلاص خرجت للعالم صارت 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 من عند الفيفا ما توقعناه صراحة ما كنا نتوقعه أن تصرى بهذه الساداجة كما قال دروكا كامل هدر على الأبوريدا و هدر احنا صح ما كاش عدنا تمثيل على الساحة الأفريقية والساحة الدولية ميزا بار أخر وشفنا الصفعة الإخداء هارة وروابش نقولها الانتخابات السابقة قبل المسمو يعني إخداء فارقة كبير المشكلة المطروحة الآن يعني دركة العواقب والنتائج اللي راح تخلفها هذه الحكاية هادية ما رأيك في حكاية الخيانة والأسطوانة التي قيلت لأنه لم يجب لي كمال تهربة بطريقة أو بأخرى حكاية خيانة هنا أمد في فات كما يقول لك عندك كل المعلومات لماذا يتخبر؟ لا لماذا نقول لك هنا فيها جزء فيها جزء من الصحة من الحقيقة نقول لك علاش نقولها بكل صراحة وقدام قال الجزائريين نعم نحن الجزائريين وقالها بالماضي أسكن نحب الخير لبعضنا نحن المشكلة التي رأنا هنا سواء على مستوى الاتحادية أو على مستوى النوادي أو حتى خارج الرياضة يعني إذا كنت فيها أراني مليح ونخدم إذا ما كنت فيها نحسد ونهدم هذا هو المشكلة نحن تعني هنا المشهد المصلحة أو حكت من بعضنا المصلحة نحن ندركها العام والخاص أراوا أراه أعلنها حرب من هارغ غادر الاتحادية أعلنها حرب على المكتب زتشي أنا أرى أني هنا ما ندفعش على روا روا وروا روا ارتكب عدة أخطاء روا روا ارتكب عدة أخطاء روا روا دار عدة فضايح روا روا دار عدة مهازل شفنا المدربين اللي جابهم شفنا النتائج النتائج كاريتية الكرة الاحتراف الجزائر تخل في حيط مهازل تحكيم الرشوة يعني أنا خليني يقولك من هذا المنبر أنه روا روا أو زتشي وجهين لعملتين واحدة جميل يعني في ثنين خاطئين ارتبوا المنتخب الوطني هملوا الكرة الجزائرية بدليل نفس المشاكل يا أخو يا حاكيم رأنا نعيشوها نفس الصورة لرجلين نفس الصورة جميل ألا ترى بأن تتحدث على روا أو ربما جمعات روا لكن ألا ترى بأن الاتحاد هذا هو من سمح لمعارضي بأن يكونوا بهذه الطريقة ينتقدون يعني أنك صحة لو لم تنتقل هذه الأخطاء كما قلونا احنا المثل إذا أنت المؤمن كما قلونا المؤمن وكيسون فاطن انتايا على بالك بللي عندك الناس رأي تستنى فيك ورأي دارتلك ألغام أخويا ما تحصل هذه لا في الأسجي لا في المعارضة لا في هذه انتايا كما قلونا نحنا تمتن روحك مليح وتعرف كل حاجة كل خطوة تديرها لازم تدرسها إذا أنت حطيت رأسك في الفينقى وتقولهم لماذا اليوم رأهم أنك تحت هجموا عليها بالإمواس هذا التحسين حاصل انتايا مستوعبش دروس عدة أخطاء أخطعت في الكاراس وقلت لهم بالليلا لا أنا لقيت المودان اللي خلاه راو راوان نموذج تعل في ديراسيو عاود خدمت عليه هدمة هدمة هش مبرر اسمح لي جبت لنا ماجر تقول للعصابة منا وكان دو كان عاودة نقول للعصابة شوف قاع يروحوا لازم قاع يروحوا وكافانة من هذا الوجوه البائسة اللي كانت لي هي اللي اللي اضخط التاريخ سواء اللي كانت مماضي او الآن شوف غلط غلط في الكاراس غلط في ماجر زاد بعت الدوسي تاعه والزميرلي راح روطار ولا ما زالت بحر في الطيارة ملحقش خسرنا بهلول خسرنا مع ليبيا زاد الاستمارة ايه شوف الراشاوي تسريب ماليش 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 اخطاء لا تعم ولا تقصى كد كون انت عندك معارض انا قلت لك انا قلت هالك احنا الجزائرين نكرهوا بعضانا اقولوها هذا يدر فيها هذا هذا نادي سفاقسي انا قلت هالك معلومة في اسمه جعني قلبي نادي سفاقسي يلعب مع المولوديا في الوقت وين كانوا المولوديا انا خرجت لك شوية من يراني توجه في الفوتبول وين وين المولوديا والمعارضة تخلطيتو رأي سابق قلتها في الصحافة التونسية رأي سابق تاع نادي سفاقسي بعت لهم مئة ألف دينار تونسية باش يكريوا طيارة يروحوا حنا يا رأي سابق واش يدير يكسر يخلص لي سيبورتون البلطاجية باش يهدم سذهبوا إلى هذه النقطة وانا تي يبينوا للاتحاد المصري جاءت إليك اتحاد الكرة المصري ما قاله على أبو ريدا وتتعرف في مصر كيف الضجة والاحتراظ على أبو ريدا ينسق مع الجهات المعنية لدعم أبو ريدا في انتخابات الفيفا أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري يقف مع الجهات المعنية كافة لدعم أبو ريدا للحفاظ على مقعدية في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي هل فعلا هناك مؤامرة في هذا الأمر أم أن الخطأ خطأ صدتش لأنه لا يعلم هم الاستمارة احنا كان مدابين رو روا يمع صدتش صدتش يوم هنا روايس يقولوا رو روا روا رح لها كاف ورح للفيفا احنا كانت مدابين يديروا هذا الاتحاد يتعاونوا يخدوا المصرح يخدوا المصرح صح لا يقدروا لأنه في أول لقاء بين الرجلين اختلفوا على فندق الأخر قالوا بني فندق وقال يمخلص الملزي مليون أورو واحد الأمور يدخلنا منها والأخر قالوا بني هل بنع مراكز التكوين في مكان هذا لك تحدث العليل نعم هل رح لعادل ثم أجبنا أنا معاك وجه لي عملة واحدة صح لا تقدرش تقارن 16 سنة بربع سنة نحيلهم عامتع كورونا أنتك حاب نتعلم الحفافة فرص اليتام نتعلم 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 خردين زوتشي عنده خاتم سليمان يصلح ما أفزده السزامن والجزائر والهدك وستاشن سنة في ثلاث سنين نتعلم كامل مهوي حول هذه النقطة سأتي لك مرد الحلو سأتي لك حسن يعني أليس من المفروض أن الرجل يكمل على الأقل الأمور الإيجابية إدارياً روراوة أخطأ في التنصيب المدربين أخطأ في الكثير من الأمور بقيت لم يهتم بالكرة المحلية ولم 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 ولكن أليس على الرجل هذا ستشيء أن يكمل الأمور الإدارية بشكل إيجابي ليس هذه الأمور ما تقدرش تكمل أمور إيجابية مع ناس خوانة سراقين كان عنده آمين عام سراق سرقوا ورقات سرم الأقطع الكارس شفنا باللي هذا الاتحادية معمرة بالسراقين الخدامين في الإدارة ليسربوا المعلومة ليسربوا الوتائق وللأسف خير تنزد شيء ما حابش يفيق ما حابش يدين شون جموه شون جموه في الإدارة أنت بخلي ناس اللي كانوا يخدموا مع المكتب الفارق يعقوا لوقع الإخبارات يبيعوا أي خاطع توقع في هذا الاتحاد ما حابش يدين شون جموه نعم لأمل هو الله غالب نحن معدنا الشعب ليقف مع البلد وليقف مع الهيئات نحن معدنا شعب يا عبدو العيباد خلاهم خير الدين ستشي هاو يجيني التيمار تلعب خلينا ثلاثة أولار أربعة ميعرفة روحتيهم مناكي نهدر هكذا هما ميعرفة روحتيهم شكل يخدم رو روحة وحذرناه وعنده في قائل المجالات عنده في الإدارة ولكن تسولي وكأنه رو روحة هذا شبح أو روحة هذا يكسر كل شيء يخدم كونتا يشغل ما تفاهموش ودخلو في السراع عند على باله خير الدين يا أخي قال هالك الدكلاراسيون بللي أنا مهار من لي جيت ما خلونيش نخدم يكسرو فيها يكسروكم الداخل ومن بره وقدروا الناس اللي محسوبة أنا نقول لك بللي أنه الخاطئ تعزتش ما تديرش إدارة جديدة ريح يخدم بالإدارة السبقة لي معمرها بالسراقين جميل ما هذه الفرد مراد لحلو بين هذه نتحدث على أناس وكأننا بين بلدين مختلفين طرفين مختلفين لا بلد واحدة هنا برك احنا رانا غالطين حتى يعني في الطرح لأن كامل اليوم يتكلم على على نتائج الاتحادية وكأس أفريقيا وبعد نتكلموا على التسيير ديالها اللي كان يعني الكلام الأخير تاعه يقول بلي أنه كان سيء من البداية يعني منذ البداية لما نقولوا بلي كانت خيانة وكانت سارقة وكانت تسريب معلومات وكان يعني عدم من ضيباط وكذا نقولوا بلي يعني هذا أصبح تنظيم سيء جدا نعم لأن البوش تقول هذا تنظيم سيء جدا نعم شوف شوف نقول لك بولا واحد ينجب يمنع رئيس الاتحادية باش يحاوز واحد وعنده كان عنده إذن هو يتحمل مسؤولية صح بطبيعة لها لأننا لأننا اليوم اللي جاء أنت تعلم أحسن مني يعني كما نقولوا كان أكثر من سبعمائة مليار يعني يعني متواجد في الخزينة وكانوا متواجدين وكانوا متواجدين وكانوا مجدون أنا نقول بلي بلا ماس هذه يعني يعني أي تنظيم أي تسير مبني على المال لما انتت الحق ويكون عندك هذه الإمكانيات المادية جميع ما عندك الحق تغلط لأننا نشوف الاتحادية هذه أبدأت بخطأ والزمير لي وانتهت اليوم لأننا نعتبر بلي بعض الخطأ 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 حتى الاستمارة مقصودة سمحين أعطي إليك حتى الاستمارة مقصودة روّى جهوة لأملأ الملأة الاستمارة لا يجب أن تتخيل بزاف لا يجب أن تتخيل بزاف لا يجب أن تتخيل بزاف شو الفوات ريالي يستدليها هذه كل حاجة أنا هضروه على فتبار أنا هضروه على التسيير وراك تقول أنت يزدشي يعني راح متمرس في التسيير يعرف الإدارة يعرف يجيرت من آلاف خدام بارك الله فيك يعني ما تغير نقول لك نقول لك عادل أنا نقول لك اليوم يجب أن يكونوا صراحة صراحة وما نقعدوش نتهربون يعني شغل كين بعض الأحيان شغل تهربون الحقيقة شغل بالتنصيب وهذا تابع الروا وروا أشياء كثيرة كنتوا قادرين تقولوها لها قاعد الناس ولكن مدام تماك وسط رينا نكمل ونسكتو عليها ولكن أنا نقول اليوم انتهى العهدة انتهت في الحقيقة اليوم يكون عندنا نحوسوا على الرجل المثالي اللي راح ما يكون لا يميل ما يكون حر أنا نعرف هذه جماعة ما يكونش واحد اللي عنده الرجولة وعنده الشجاعة وعنده المستوى لما نقوله نقوله راجل عنده مستوى ما يكون تابع سأتي إلى هذه الأسماء من صادي يكون تابع للنظام حاجة واضحة ولكن لرجال يعني من قبل نقول لا مراد لحظة سأتي إلى الأسماء من صادي إليك ولكن أيضا كما المهوي يبدو بأن الأمور أليست قبل أن نذهب إلى فاصل الخطأ هذا في ملء الاستمارة والحضوض الكبيرة التي ضاعت بأننا لن نذهب إلى الفيفا الدولة كل معاها كنا نقول الدبلوماسية معها كما المهوي الدبلوماسية وصبر بو قدوم وكل الناس معك وذهب إلى جنوب إفريقيا لا 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 ما ذهبش على جرزتشي كانت عن ممورية تخدمها ما تفهناش تقرأي وزير خارجي رح له جرزتشي ليس على جرزتشي ولكن كنت تقولوا كان يقول أن الدبلوماسية كلها معنا ووزير شمامورية ونصرح للحضوض والدبلوماسية كلها مع ذاتشي والوسائط الدبلوماسية رح تخدم لفائدة الدزائر شي جميل هل ستضر هذه؟ ما تضرش وقلك عليها حاكيم الناس كلوا معاها الدولة معاها ما يخطأ؟ ليش أنا عليش حاكيم هون ناس يتصورها شغول إخفاق وطني شغول إحنا كنا لعبنا كنا بضافريك وخرجنا براميتور هذه انتخابات تعفيفة لا تلحق لتلحق لا تلحق للانتخابات لا ليش خطأ إدارة وانيش نقول لك خلاص خطأ ونصفقوا نسكتوا لا لا لازم يتحاسب وبالصح ما تصوروها هنش إنها كاريتة وطنية بس حلق وكنا نرجع الوطنية نعم مش كاريتة حاج مطلقة تقدرش سألسوا سؤال أرجوكم أكده سيداك أدخلوا له لماذا لماذا تنظر في الفيفا اللي ما عندناش إحنا فائدة كبيرة فيها ومن جمتوش تهضروع الكاف الإخفاقات تلك الكاف والمكتب سأتي لهذه اللي عندنا فائدة مباشرة وسكتوا عليها سأتي إليها لأنه موضوعي الثاني مشاهدينا ذهبوا إلى فاصلين بعد ذلك لاستكملوا باقي النقاش من سادي إلى مراد لحلو الأسماء التي برزت فورا الإعلان عن عدم قبول ملف زجي بعد الفاصل حياكم الله مشاهدي ألافاضل أنتم تتابعونا برنامج داخل الثمنتاش نحن نتحدث عن رفض ملف زجي والأخطاء بين الاستمارة وحكاية الخيانة التي تحدث عنها البعض كنا سنتحدث طبعا من فترة طويلة عن الانتخابات المقبلة لشهر مارس يبدو بأن الأمور استبقت إلى كثيرا مراد لحلو أنت واحد من الأسماء التي ترغبت في الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائي لكرة القدم لماذا لحظة سقوط ملف زجي خرجت كل الأسماء خرج زجي خرج صدي خرج المورو خرج الكثير من الأسماء أتحدث عن لحلو المورو العبدي حتى ما قيلة طبعا بعض الأسماء وهكذا انطلقوا أحسنة أم أرانب هذه الانتخابات لماذا في اليوم الذات لسقوط ورقة زجي لا تسقوط ورقة زجي ولكن لما نشوفوا اليوم شهر ورقة زجي في انتهى يعني وش بقى لنهاية المهلاء هذه حنا خرجناه بعدما وزارة الشباب والرياضة دارت يعني دي ضد للانتخابات هادو ما وش ورقة زجي سقطت ولا حاجة وعد أخرى يعني نظن حتى الأصدقاء الأخرين لما عرفوا بلي الانتخابات راح تكون يعني في نهاية مارس يعني أغلب الظن نهاية مارس يعني نقولوا درك الواحد اللي باش يعني تعلم بلي الجماعة خاصة لما تشوف يعني اللي رحيترشحو ما راهمش داخل حلبة الاتحادية ما انت راح تصعب عليهم راح لبدي أخذ وقت كبير باش انت تتصل بجميع أنت كيف جاءتك فكرة ترشح أنت في كل مرة ترشح للرابطة تترشح للفافي تترشح لكل الأم تترشح ليس كل الأم يعني وما كانت ثلاثة ترشح فيهم ثلاثة فكرة القدم كل القدم ما ترشح النظري قاعدتك أو فكرك أو نظريتك أنت ترشح هذا نابع من أين هو كانت فكرة من بداية ولكن دائما أنت حضرت في هذا معك وحضرت معي يا سيد قضية الميلف اللي رفضوه يعني سمعنا قاعد للقصة حمار الله دخوره بخير المرة الأخيرة هذه والمهزلة تعلن انتخابات اللي صرات اللي قبل منها رفضوا الميلف رفضوا القائمة يعني ما خلونا شقعنا تترشحوا في الفيدرالية وانت تعرف هذا يعني كانوا منعوا جميع الناس بش يترشحوا يعني أنا ما نش جديد في الترشح نقول اليوم حسب ما آرى اليوم نقول أنا ولا غيري نقول اليوم يعني كما قلوا أرضية كليق بش تترشحوا هل سؤال واضحة لانتخابات الفاف اليوم واضحة واضحة لماذا راح لماذا واضحة لأن اليوم هل صاحب القرار تغير ألا يوجد صاحب القرار في انتخابات الفاف مش علي نرجع نقعدوا في القرار هذا شيء ثاني ولكن الانتخابات واضحة اليوم لماذا واضحة لأن زمان كانوا عندنا وكان عندنا راو راو وكان عندنا قبل دايما الانتخابات ينظموها هما ويغلبوا المترشح اللي يكون معهم يعني كما نقولوا شي بحقر لأن تعرفوا أحسن مني ليلة الانتخابات يجمعهم في الفندق ويعني ومشي حق ويجتمعوا بهم يعني في السرية كامل ونعرفوا وقع الأشياء ويش صرع اليوم نقول المترشحين اللي ذكرتهم وما زال يكونوا يعني أكتر من ذلك لماذا لأننا عندهم طامعين بأنها راح تكون شبه نزاهة لأنه يرح كل واحد طامع من أين هذه الصورة من أين استمبطتموها أنت أنت واحد لأنها اليوم اليوم لأننا نقولوا زد شيء يعني حسب الأخبار الموجودة هو ما قال يعني تقريب قال أنا ما نترشحش يعني تقريب كتشف يعني الوضع كيف سير لأن اللي راح مجيه جدود الجدود هذا ما راح شيته هل يجب على الرجل أن يقول أنا لا أترشح أم يقال له لا تترشح هو يقول أنا لا أترشح هذه المنمسية جميلة يعني الأكسبراسيون هو يقول لا ما يجب شو عمد يقوله يقول في مكانه حسين نقول في مكانه ما نترشحش ولكن أنا لما نتكلم عليها ولا نتكلم عن الناس اللي جايين راح يلقاوا ما يحشي يلقاوا لا ممكن بين لقديمة يعني كيما نقوله راح شيء جديد يعني خاصة تندق بعض رؤساء الولايات تغيروا يعني تقرب اللي كان أو تاكل يعني ناس واحد دخلين ينفدوا التلفون في مكان ما لا تريدون رئاسة الفاف أنت أنا من زمان كنت نشوف الكورت القدم الجزائرية ومنذ يعني مدة طويلة كورت القدم تقريب جاعدة جامدة لما تشوف اللي نبر دو لسانسي الموجودين في الجزائر يعني تقريب الأولاد الجزائرين خاصة الفئات شبانية تقريب محرومة لنبر دو كلاب ما زاد انقص بالعكس انقص ولي لسانس نقصوا لهذا يدل باللي فرق الوطني تعنا يجي من الخارج كله ولكن في النشاط الداخلي ما خلاوش يعني شعب الجزائري والشبان الجزائرين ينشطوا في عدة ولايات ما ساعدهم هل يمكن لي مراد لحلو أن يغير منظومة كرة القدم الداخلية في ظل تواجد كل الأسماء وبقاء كل الأسماء والمنظومة السابقة من سنوات هل يمكن أن تغير الأسماء أم تغير أفكار أم ماذا تريد أن تغير حتى تغير محيط كرة القدم زمان كانت كرة القدم في ليشان اليوم الحمد لله كان يعني شفنا يعني اللي بيجي اللي صرفتهم بطبيعة حين منذ زمان نحن نفس البرنامج ما شير برنامج نصرية يا أخي ما تنتيزك مراد لحلو أنا مهد لا تقول برنامج عادل ما هو يعني لما يقول برنامج أنت تقصد أشياء مكتوبة لينقلوها الناس على كتب ويحطوها مي فدلوت عندك مشروع خارج الطريق من بين وسأني صحنا يعني ميمس معنوا هنا زد شيء زد شيء أنا واحد أنا واحد منهم قبل ما يروح للاتحادية قلت بول كوبا وكنت هنا يا ضيف في النهار وقالوا لي قلت لهم يقدر يكون يقدر لأنه عنده خبرة في الكليب بارادو وستنجيسيون بلك يقدر ينجح كيشد الاتحادية لأنه بسهر رئيس رئيس لي يكون فاشل في نادي يعني هل يقدر يكون ناجح الاتحادية لا يتشبهوش تماما لا يتشبهوش فطفال اللو خلوزين لا لا سأتي لي نهضروا تسير دعوا يكمل سنة نجبوا نجبوا على تسير تسير حاجة لما تسير فيديرالية وانت لماذا الفرق اتحادية سهلة على بطبيعة الحال لما يكون عندك سأتي لي نحن أمنا لا لا وشي سهلة وشي يقول لما تسير فريق وما يكونش عندك الإمكانيات المادية وشي هو اللي ضعف نصرح وسيندي لما تتكلم عن نصرح نصرح وسيندي فريق عريق وفريق كبير هو وراح تسير كان من ضوما ما هوش هتفهم فكرته تفضل لأنه كنت أنا في فكرات وقداني فكرات أنا لنقولك الاتحادية تدور ديالها أنها تخلي تنشؤ فرق جديدة وتخلي الشبان يلعبوا كورة القادم يعني اللو كريتار جينيري سيت سيلي نمبر ديسانس يعني دي ما يحكوش عليها قاعد الناس جميل من هذا لما يقولوا اتحادية هادي ولا اللي قبلها اش حال دير تمل اش حال في المرحلة دياله اش حال زجب من اللعاب جديد مورد لحلو التركيز كل التركيز لكل المترشحين اللي يجوا وأنه من رورا وإلى زجي يشوفوا رذيتين يشوفوا هي الواجهة هي المنتخب الأول وإن كنت أنا أجزم بأنه لا أحد يمكنه أن يتدخل في جمال بالماضي سأتي إلى هذا الحديث هل التركيز فقط على المنتخب الأول هل حدت واضح هل تفرحوا الشعب ورانا زهيين ورانا فرحيين حتى اللي ره جاي بعده اللي يجي أنا ولا غيري ما رحش نجمي مثل الفريق الوطني ولا بالماضي لأنه رأيوا شي في طريق صحيح والنتيج تبعوه نظن كين غير اللي رح يجي سندو كيف يمكن لك ورح ممكن يحسنوا الأوضاع خير من اللي كان جميل آخر سؤال كيف يمكن لك أن تقنع هؤلين الناس من تعودوا ربما على شراء المباريات تعودوا على الفساد كيف يمكن أن تقنعهم مثلا هذا طريق تمشي فيه لما تكون عندك تجربة وتعرف يعني لكوليزيال تقول لك الطريق الموجود وعليش المباراة هذه الصراط وهذه العنف الصراط لأن الناس خلت ما اهتمتش ما يعتوش أنا نقول لك مقابلات ولا جرني كامل يحوسوا بعض الأحيان يجوزوها برد جميل عدل ذكري ما رأيك في ظهور هذه الأسماء الكثير من الأسماء ظهرت أنا تحدث وليد صادي طبعا تسعة سنوات طبعا في مراجر مع المنتخب الوطني في هذه الوراوة وإن كنت لم أسمع طبعا أي تصريح اتصلت طبعا به ورفض التصريح بشكل مباشر ولد صادي المورو قرباج كما المهوي قال لنا العبدي أيضا ترشح طبعا لابدي في حال لم يترشح هل ترشح هزنية تترشح لي تترشح طبعا وأسماء أخرى هل ترى في هذه الأسماء ما احترامي لها مع الاسم هذا نحن نقول أحصنة بالنسبة لهم أم أراني مثل أراني بالكثير من أراني بالسباق الرئاسيات شوف خلينا نقول لك حاجة يعني منصب بتاع رئيس الاتحادية جامي كان يعني بحكم تجارب السابقة يعني يعجتها الجزائر جامي يعني كان صندوق هو الفيصل يعني في اختيار الرئيس الدولة الجزائرية جامي رفت تتدهم الرياضة وبالأخص كرة القدم يعني رحت عصابة ودخلنا يعني في الجزائر الجديدة اللي راح الناس قاعد تردد تردد هذه الكلمة خلينا يقول لك باللي المنصب بتاع الرئيس الجديد رح تفصل فيها الدولة الجزائرية ما رح يفصل فيها لا صندوق لا لا حلو لا صادي لا العبدي لا برنامج لا برنامج لهم يحزنون احنا ما زلنا نمشي بنفس كي ما قولوا بمام سيستم لكونا عليه البارح رح نمشو عليه اليوم حاجات ما رح تتغير وكي نقول هدروا على الرئيس الاتحادية شكون تانيك الفاعلين شكون هم الأعضاء الأعضاء هم ابنيويوي اللي كانوا يروحوا وفلافاي جمعهم يعطيوهم الكابات ويبيتوهم في الشيراطون ويعشيوهم وليكادو ويروحوا الوسمون غدوة من داكتا نكتجوز البيلون سواء جمعية انتخابية أو لتمرير الحاصيلات المالية والأدابية ما تكسرش رأسك كل مشرح يطبخ كل شيء يطبخ كل شيء يطبخ لا لا كتبنا عليهم حنا كتبنا عليهم قبل ما تصراك كما المهوي كما المهوي يبدو بأن الكثير من الأسماء وإن كنت أقول ولي سادي أقول ربما قرباج أقول بعض الأسماء جماعة تروا روام تريدوا استرجاع الفاف قبل المونديال مونديال في قطر 2022 قريبا طبعا لماذا خروج هذا بالشكل العلني هذه الأسماء أو أسماء الأخرى تتهافت لرئاسة الفاف وهل طبعا أربط لك هذا السؤال حتى تكملي بشكل مباشر وهل سقوط زدشي بشكل رسمي اليوم الطاز تلغي عقوبة عقوبة الفيفا على أحمد أحمد على الأقل مؤقتا تسمح له بالترشح لرئاسة الكاف لعهدات جديدة كيف سيكون طبعا مصير الجزائر لأنه البعض يقول زدشي استمارة يتحدث عنها وكأنه خلاص ندخله للنار الرجل فاسد كيف نقوله أحمد أحمد فاسد تبرئته من المحكمة الدولية كيف ترى داريك تفضل أولا حاكم يجب أن نعرفه حاجة باللي هذه حملة منظمة من بعض الجهات وبعض الأبواق الإعلامية لتخدم مصالح أشخاص ما اليوم يحلوا يديروا الجمعية العامة العادية ويحلوا الترشيحات مرحبا نحن نفرحه يكونوا 4-5 مترشحين ويديها واحد يخي يديها جزائري ليس يديها مروكي ولا تنسي يديها جزائري حاجة مليحة الحاجة التالية هذا ما لازم يجوزه لأنه كان مرسل من الفيفا في حال الجمعية الانتخابية ما تجوز بالإستاتيو القدم لازم يجوزه هل لازم يجوزه مع سقوط زتشي على الأقل ولو مؤقتا تقولي سقوط زتشي تخيل فيه صدام زتشي على سقاط زتشي باطل إفريقيا يا ناس في رمع سنين لعب كوبدافريك واحدة باطل إفريقيا مين جمشي سقوط زتشي هل تتتؤثر عليه في انتخابة مرسل مقبل سقوط ورقته في الفيفا ما سقتشي ورقته بكتولي سقطي زتشي ما زال ورئيس الاتحاد الجزائري وباطل إفريقيا ولعب كوبدافريك واحدة وعنده ونجمة ورأسه مرفوع ويلي أحب يزيد العهدى التانية ويلي أحب ينساحب ويلي أحب ينساحب ويلي أحب ينساحب ويلي أحب ينساحب ويلي أحب قرار تيعه وإحنا مع الديمقراطية ومع الترشح الناس ونشوفه برامج ويقول أحسن بسحكي هنا حاجة لازم كترشح ترشح متاك يا رجل مش يترشح يمشوك من الفوق وقد تقول يعني لابس صعيبة هو قال لك الحاج مقبلة لازم تمثل نفسك وتمثلنا أيضا إحنا ما عندنا حتى مشكلة يترشحوا لي يسمحلوا القانون يترشح يترشح الله يبارك لي يجيب الفايدة بسحكي هنا حاجة تانية ما تقول لي سقط زتشي أهدافش لو كأنه سيد دار أهدا واحدة الناس دارت 16 أهدا ولقد دارت 16 سنة دار أهدا واحدة حبيتوا يصلح لكم كل شي تمتمنوا لولا انجليز احنا رقدنا تزاير النوضة لانجليز أهلا أخويا تعوتتي الوحدة تبان طريق ولا رأك في طريق مليحة سمح لي سمح لي انت أنتك ربع سيئة تبان تعلم الغيب انت عادل عامل لولاني عامل لولاني عامل لولاني جبنا كوبدا فريق ولكن كثرة الأخطاء بكأس أمامي ما شمال أخطاء دوك ما رحنش في الفيفا دخل حياتنا دوك خلاص ما تحبس قاعد تاني كثرة فاندول احنا للمان أبك تقول كوبدا فريق هكو تقزمو فيه شغل حاجة والو أبك بليك كل يقال حاجة والو أبك رأى الناس ناس همية حلموا يدو كوبدا فريق ماصر المغربة دوما تقول حبسوا شامبيونات حبس كلش حلموا يدو كوبدا فريق ثلاثين سنة لا لا يحبسوا صح هادو هادو على حسب من تقتاعك من تقتاعك يحبسوا قا ونقعدوا قا نقعدوا يخرجوا ونقعدوا يخرجوا كل حاجة عادل يا عادل كل حاجة جاب بالوقت ما تقدرش تصلح ما أفسده ثلاثين سنة في ثلاث سنوات نحنها أمت أكبرنا ولكن يتانية كانت الأمور منظمة ليس كذلك نحكم دافريق وش صلح وش تصلح جماعة تصلح شارو غرداية وورقلة اللي راهم في مدارس تكوين على ستنين سبعة سنين يعطونا لعبين جزائريين في أعلى مستوى هادو حاجة اللولى ما المدارس الكوروية هنا بالأباس وخميس خشنة خميس مليانة فيها خمسة وستين والأخرى خمسة وستين هادو ما دي صوت الفرماسي دي صوت وكينا وكينا عن صفرها فنعامة وكينا الطرف وكينا وورقلة هادو شكون ولا تزد شيء ولا تحضر لا تزد نزال في الوقت طبعا بعد قليل أذهبوا إلى مراد لحلو وأذهبوا إلى فاصل لمشاهدي دينا آخر فاصل قبل استكمال بقية النقاش يبقوا معناهم الجزء الأخير من برنامجكم داخل 18 أهلا بكم مجددا كمال مهوي مراد لحلو وأيضا عادل زكري وجددوا بكم التحية طبعا في الجزء الأخير من هذا من هذا البرنامج دعنا نتحدثوا طبعا عادل زكري إذن أخطاء كثيرة بالنسبة لهذا الاتحاد أو خلال ذنزل هل يمكن أن تؤثر عليه في الانتخابات المقبلة هل يمكن سيترشح في ظل ما حدث من حكاية الاستمارة في ظل ما حدث أيضا مؤخرا طبعا من الكثير من الأخطاء ما رأيك الآن قلت لك ما لازمش نستابق الأحداث لأنه راح دار طعن كما يقولك توتيب وصيب بالك يقدر طعن يجيب نتيجة إيجابية ويترشحها كل شراء محتف ما قدوش نقوله وره خلاص ملف طعن تعو وره مرفوض وما رحش يكون ترابي أنه كانت مبالغة وإلا حقيقة ومنطق بالنسبة ما حدث بحكاية الاستمارة للفيفا هل ترابي أنها منطق أم مبالغة منطق قياسة بالأخطاء قلت لك قلت لذن ناظر أنه الفاتينو صديقه يقرأ معاه هذا كان أنا نتعامل معاه هيئة دولية لا يتصير كرة القدم العالمية الخطأ حدث رسلة الاتحاد الدولي أين تصنف هذا الخطأ؟ خطأ عادي أو جسيم لا خطأ بدائي خطأ جسيم خطأ جسيم يعني ما تكفيش قلت لك أنه هو اعتراف أو اعترف الفيديو الذي يداره نعم أنا تمنيت له وكان ما داش الفيديو تمنيت وكان ما داش الفيديو لأنه زاد اعتراف بلي أنه وبعدك زاد وش زاد قال زاد قال أنه يعني بحوص النية يعني ما كوتش قاصة دانة هذا هذا الاستمار إمتى اللي تعمرها ذهب للتيفة وتقول لي بحوص النية تخصك انتا ما رايش تخص إنسان آخر راح تقول لي بلي نعود له ننظره قوله بلي نحن ما كاش عدنا تمتيل قاري وما كاش عدنا تمتيل دولي لكن ما ليش حنا لازم توجو نعودوا للماضي خلاص را ورا واخطاء نحن ما نش ندفع على را ورا ولا هنا را ورا واخطاء خلاص حكيته كما يقوله ما نشح بيني عاوضي وانه ماذا ماذا بينا نشوفه وجوه جديدة ماذا بينا نشوفه يعني الناس هل أنت مع رحيل الجميع نعم هل أنت مع رحيل الكثير من الأسماع طبيعة الحال أنا مع رحيل الجميع حتى يقول لك لازم إعادة نظر حتى في تركيبة الجمعية العامة لازم نعادة نظر إعادة نظر فيها مرد كل من الفاعلين خلاص هدورة هم ينتمون من المنظومة الفاسدة مرد رحلوا صورتك أنت طبعا والكثير من المترشحين هل ترغبون في ترون بأنه الكثير من الأخطاء كانت في العهدة السابقة وبالتالي تعطونا نفس جديد تعيدون بأمور أخرى أنت من بين الأسماء التي ترغب في تركيبة وهل لديكم ضمانات مثلاً يقال بأن رئيس الفافي يجب أن تكون له ضمانات فوقية لست أدري من أين فوق وش معنة الضمانات ضمانات هو يجيبها نفسه يعني ما ضمانات لما أنت تنشط ولما تكون حركة رياضية يعني حركة كورة القدم أقوية موجودة في البلاد رئيس الجمهورية والحكومة وكذا لما يشوف بالإنتارك تجيب الكثير للأستابيليتي تعدو لهذه هل سنرى مرشح النظام؟ ماذا معنى تهم مرشح النظام؟ مرشح النظام من ترضى عليك السلطة؟ السلطة تكون راضية على جميع جزائري ليكون جميلة يبدو بأنني لا يمكن أن أستخرج من عندك شيء مدام تتحدث بالكلمات دبلوماسية صحيح لحكي صحيح لحكي نرجع حاجة شوف لما تقول رجل النظام لما تقول رجل النظام يجب أن يكون داخل له سيسم فيه شخص يكون مرضي عديث والبعض والآخر يكونوا أرانب وما تنسعي بأرنب من الأرانب يبقى له حجم التجاهل للسلطة وش قلت من قبل هذا؟ قلت بأن النظام يرضى على واحد اللي هو رح ينشط ويجيب الفائدة للسيسم هذا جميل إذا كان إنتاج يجيب المشاكل لمن نظام هذا مرحش يرضى عليه وش عليهم يعني حاجة لازم نقولها ولينا نشوف ساعة ساعة تتكلمون لابد ما رحش نجاوب عليها ولكن شبه نصيحة لابد المترشح كيف نفريق معاه يعني لما نتكلموا عن الاتحادية الحالية التركيبة ديالها الاستقالة ديالها دول مشكلة الأصلي كانت ضعيفة مرد لحلو كانت ضعيفة بالنسبة لهذا المتر بطبيعتها خاصة ضعفوها لما استقال أولزميرلي اللي هو كان يعني عضو ناشط وكان نيب الرئيس نضحكه كمان كان ناشط كان حاجة لأنه شوف ما شو قال لي ولكن الناس للمكتب التنفيذي كان ينشط لما زاد استقال يعني ربوح ولأخول القروح قاسمي يعني نحضروا بصراحة لما المكتب التنفيذي يستقلوا به الأسماء المعروفة تقوم الناس ما تعرف تقول لي لا لا عزال باش يخدم يجتهد في النصرية لا 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 ما شاء هذا شوف نسخ نسخ هادينا لا نسخ 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 وش حبي نسخ 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 الفائدة مش غير هو تاني الفريق لي معه ولكن اليوم يقولوا رايش شوية لابد للأعضاء اللي يكونوا لازم يتظهروا شغول مشيه الرئيس هو اللي يتحمل كله سأذهب مباشرة إلى عبد المجيد ياحي أحد أقدم الرؤساء أو لحد الآن أقدم رئيس كرة قدم في الجزائر عبد المجيد ياحي مساء الخير مرحبا مساء الخير أهلا وسهلا سهلناك معنا طبعا كان يمكن أن تكون معنا منذ قليل ولكن أخرنا إلى هذا الوقت ما رأيك في المشهد عبد المجيد ياحي مشهد عدم ملء الاستمارة بشكل جيد سقوط ورقة خالدين زدشي في الذهاب إلى الفيفا وإن كان هذا مبدئيا لأنه أحمد أحمد منذ قليل قيل بأنه المحكمة الدولية برأت أحمد أحمد من اتهامات الفساد وبالتالي يمكن له أن يمارس مهمه بشكل عادي ما رأيك أنت في الصورة اللي راهي الآن تسود هذا المشهد الرياضي أولا حقا أن هذه الأمور عادية عادية أمور عادية غلط ترشح ما ترشحش ربح ما ربحش هو اللي همنا هي كورة القدم المحلية ما همنا رحوا للافيفا ولا ما رحوش لأننا سام غالطين هذي كوميسيون نبو دلاكاف ولا دلافيفا رامسي دي كوميسيون برمانون جماعة هذو لزيري رام غير يروحوا يصرفوا يوافقوا ويروحوا على قلتو قبلك البرزيدون دلافيفا كون يترشحوه ويغلط ما يقدرش يقبلوه سوني با كومون الجيري ولكن في النهاية عبد المجيد ياحي منصف في الفيحة عبد المجيد ياحي رح تكون في الفيفا ويبكيك قلت لك رح تكون في الفيفا منصف في المكتب التفيذي للفيفا ويتالي يقول لك البعض أنه رح يخدم الجزائيل رح يخدم إفريقيا ما يخدمش البلد تاوي في التنفيذي رح يخدم رح يخدم الكاف ما يخدمش يخدمي يحضر باسمي إفريقيا وراح يروح كامو مثل إفريقيا وشاه يخدم في الجزائر وشاه لا لا في صح الشي اللي تمدو الجزائر تحضر ولا ما تحضرش في لما يمشون مين الناس هذو الليدير وزجع على ترشح وزادوا الناس تتأمر ضد لالجيري برسكو زدشي اليوم روسي لبرزيدون دلافيدراسيو الالجيريان أو ما هوش زدشي يمثل تجارة تاوي هذا سيتي نوتر بردمونج شكونا هذو الناس عبد المجيد ياحي عبد المجيد ياحي شكونا هذو الناس اللي تتحدث فعليهم خارج الجزائر عطيت تقصد خارج الجزائر لا؟ هذو بينين وبينين ونقول لكم حاجة هذو جمعت راوراوة هذو جمعت راوراوة الناس في 2000 يروح يتفرشوا البرصة والريال ما يتفرش الخروب والفكرون ما يتفرش هذاك الفضاء يروحوا يشتحوا يحفوا في باريز ويشريوا لي شاميز من مام شون فيليزي هذو الناس داينين وما يتلقوش يشتحوا رايز امريكا ما يحبش يتلقوش هذا كراستاع امريكا وضمن العرب احتى وبدأ شوية من عندنا هاو الكورسي ما يحبش يتلقوش وما كانش ولكن احتى ترشيحات هذو فيهم ان التوقيت التعال الترشيح التوقيت التعال الترشيح التوقيت التعال الترشيح علاه ترشعوا لما سمعوا ببسطشي كومكو عند وان بروبلام مستمر الاواشبرك هذو انقولك هذو ان اعنا بالاني فيهم البواقي وانا بالاسكس باسعال جي كانوا تلقووا في الزلطان وكانوا نظموا قلو يديروا وهاذو راهم كي صادث كي قلباج راهم فيديلياب هذا اتشال للاطريو عداز راح نعيش بنفس سيناريو تحداج ولكن الناس هذو اللي غامروا رغم دالك عندهم منية تترشي منين يترشعوا منين يجيوا القانون الجديد اللي تحمل لفيفا اللي يوراين اصنبلي جنيرال اكسراوردينار افو اللي الاكتيف اللي راح تعقل لفيفا اللي رحم جاندين او نيبو جي مينيستار سانسا ان يورا با دي لكسيان دانكم عالي بالهم شهتاء كيفاش يقدر وجير لصنبلي جنيرال امزالي بعالي بالهم شهر وهم يفلعن الورك لصنبلي جنيرال برشان اليورا بي كولاس سعد مجيد ياحي المنصب سعد مجيد ياحي التهافت على رئاسة الفاف منصب مغري ولو لخدمة الجزائر لكن عبد المجيد ياحي ما تشوش انه لو لا اخطاء الاتحادية والكثير من المشاكل اللي وقعت فيها وعدم تطور في الكثير من الامور باستثناء ربما تتويج بكاس امم افريقيا خلى ربما المعارضين يكثروا وينتقدوا هذه الاتحادية ما تشوش انه الاخطاء الكثيرة كانت صح هذو المعارضين شكون انا اسألك لا ادري شكون هما المعارضين هذو المعارضين تاكسكروت شكون اللي عارض من اسمع اللي ما يخدمش اللي ما يخدمش هو اللي ما يخطأ اللي روح يذكر على رحو في شمبرة اشفين تكاتي غلط الشمبرة تعم هذا الى الولى جدنا كوب دافريق في مصر ناس ان كانت تخاف تروح في مصر تتروح تجيب لكم دافريق لمصر تكاليف الى ايديسات شوف الحرب اللي دا روح الى ايديسات على ركو تكاليفيه وما يحشموش كل الناس اذا لا تفتحي يعني من حشكم دي اولاد صغار دخلوهم حاربوهم يعني وش يهمني ايه الرتريزونت الالجيري كي سوا دو بوردو ودم البوغي مام لبيرو فيدرال رغم قاعدين يحسبو فيه بس كفيه واحد من وحر واحد من طرف كيما كيف كيف كيما يقولكم حوموا الكورت اذا تؤكد بانو الاتحاد كان ضعيفا اتحاد الجزائري كان ضعيف مكتبه او ضعيف انت من جهة تقوله انه ضعيف جدا بهذه الاخطاء سمح لي 16 سنة 16 سنة ذريعها حاجكم تعشوك 16 سنة ذريعها تعشوك هل ربع سنين او مخدموش دابور عام ونص هو كوبيد اه عام ينصوا لهذه نحيو الالغام اللي كانت فيه في الفيدرالية الجزائرية قبل اي 16 سنة او كيما بوتفليقة ظنتم روح اليوم تبون انحيو الالغام بتاع بوتفليقة اه يدير مونضا وما ينحيهم مونضا كاملة وميقدرش انحيو الالغام ذرك هذو النس ميحش موش انا اقولك حاجم هذا وزير شبيبه ورياضة ووزير الاول لازم يفتح تحقيق الفضائح اللي صارت في اقتراوراوة مقابل تكأس افريقيا مصر الجزائر يجيبوا سعدان ويجيبوا يسمعوه هذي لازم يسمعوه عليهم ستكون معنا عبد المجيد ياحي ستكون معنا لاحقا في البلاطو هذا طبعا تعيدونا بذلك طبعا شكرا جزيلا لك عبد المجيد ياحي رئيس تحاد شاوية أشكرك جزيلا الشكر كما المهوي هل الامور ستتغير هل ستدأدأ بكلمة واحدة ماذا سيحدث لاحقا حاكم انا احبط انقول حاجة باللي شوفوا شكرا لعمدي عنده الحق لكن حاجة انا نقوله عهده باستثناء كاس افريقية كأنه نستصغروا بكاس افريقية لا تنسوش بالليه جيت مور 30 سنة وفي مصر وفي 24 هذا استثمار حقيقي لازم هذه الايجابيات نوصلوا فيها وما يحدث هذه الايام من معارضة هو زوباء في فنجا شكرا جزيلا لك مرد لحلو سيتغير المشهد في رأيك باسماء جديدة امثالكم انا نقوله كان يجي رجل جديد وعنده الاخلاص نقوله تغير امور الان لا يوجد اخلاص ما نقولش ما كاش اخلاص وكن اكتر من ذلك نعم ما رأيك هل سيتغير المشهد المشهد انا ما نشوفهش انا سمحني راني متشائم لازم المنظومة قاعد تتبدل قاعد شكرا ما نحصلوهاش غير في الزطشي ولا في الامر العام المنظومة قاعد رهي فزا اشكرك عادر زكري كنت معنا دائما اشكرك مرد لحلو اشكرك وستكون معنا لاحقا باذن الله حينما يجهز برنامجك بشكل كمان مهوي اشكرك ماذا تفعل بهذا القميص ها حكي مكتوبة هايغيك لديزناف ناف لديزناف سات دمين ديزناف تتويجها دا ما يتنساشو حاجة كبيرة طبعا ويستاهل لكل الجزائريين طبعا شكرا جزيلا لك اسلام اشكرك جزيلا شكر كنت معنا ايضا عماد في التنسيق ايمن ايضا وكنت معنا اليوم او عفوا في الصوت التنسيق اليوم كان معنا وليد اشكرك جزيلا شكر ومخرجنا دائما ككل جمعة اشكرك سيدالي جزيلا شكر